خير الصاير والله مو خير ولو خير ما قتلتش شنو تحكي خلصيني عندي حصة اختتش سلمة شفيها سلمة وبعد تمشي وتتحكي عليك عند البنات واي من الزمان ادرنا تحكي عني شفي جرح تحكي ويغم عندي حصة لا الحكي اليديد اللي تقولها شكايلها بعد مو الله يسلمش صار اختي مع اختتش سلمة بالصف مزين وبعدها تقول انت مو اختها وانت لقيطها وان ابوها اول رباش شه الخرابية شنو لقيطة هذي انت اصلا ابوي قبل لا يصير ابوي انا انا اكبر منها اي بس انتو مو خوات من نفس الام اي عادي شنو يعني مو من نفس الام انا امي غير عن امها لا وقالت حكي ثاني بعد اش قايلها بعد اكثر منها الحكي اش قايلها امت شر الله يرحمها اش فيها امي لا خلاص سامحيني ما قدرت لا لا لابت تحكيني اش قايلها عن امي تقول ان امت كانت ماشي بطريج غلط وان ابوك كان ناوي تطلقها بس هي قصت عليه وقالت لنا اهي حامل فيج ويقول بعد ان ابوك طيب وعلنياتها تالي سطيقها وراح سجلت باسمه انا بمشي اشتركوا في القناة ايه يا هند في ايه الفرشة خلصت يلا على صفت هند ليه متأخرت شعوايدك يعني تتأخر يا هند اه تعبانا شوي طيب مش عايزك تتأخر مرة تاني اتفضل يا عجمة كاميرا اتفضل يا عجمة كاميرا يلا حد يقول لي ما سبب نزول الآية يلا يلا يعيش تقول انت مو اختها وانت لقيبها وان ابوها اول رغبات تقول ان امت كانت مرشة بطريج غلط وان ابوك كان ناوي تطلقها بس هي قصت عليه وقالت لنا اي حامل فيج وتقول بعد ان ابوك طيبة على نياتها تالي صديقها وراح ستجلت باسمها يلا بنا تحد يقول لي هل هي الصورة مكية ام مدنية هند 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 الله قاعد حال تشيج ايه هند مش معانا انت النهاردة خالص فيك حدم هند 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 هيد المترجم للقناة أمي وأخرب كلكم حتى أنتم أخرب أنت متحجة عني قال عني لقيطة أنت متحجة عن أمي قال عنها أني واحدة موزعنة أنت ما سألتني فتش ليش أهل أبوي ما يبون أمتش؟ هي عني متحجة أنا ما أقل شيء أمي قالك أنا راح أوريش أنت وأمتش قلت أمي صاحبك أين أنت MERG متفاضج أخبرك موسيقى المترجم للهي المترجم للقناة لأن عارف الموضوع ما يحتمل التأجيل بس بقيتك تتيب نفسك وتشوف المشكلة اللي سواها بناتك أنا ليل حين ما لي مصدق اللي قاعد أشوفه يبا والله العظيم يبا ايه اللي بدت يبا شوف 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 سويت فيني و سويت ملابسي والله عظيم ما سويت له شيء حتى بنات كلهم شاهدين علي سوتها يبا بس هو لكلمة أنا ما طلبت منك تكلمين أخ محمد هذا ليس أول هي shield اصدرني في المدرسة بين طالبتين بس بصراحة هذه الأول مشكلة تصدر بيت طالبتين خوات وبالمنظر اللي تشوفها والقبلة تقول لو ما كانت موجودة كانوا أثبحوا بعض أنا أنا مدريش كتا تقولي آش أنا هان بروحي ما عارف السبب يعني أم عايزة في البيت يتخالقون حالهم حال الخبات لكن ما توصل لمد الإيد واللي مستغربته أكثر إن المشكلة بدت من هند حسب الكلام اللي قالوا البنات وقت الهوشة هند اللي يعتبرها من أحسن الطالبات عندنا متفوقة مؤدبة وكل المدارسات يحبونها والناظرة في كل فصل دراسي تكرمها لأنها دائما تتفوق في المسابقات اللي تشارك فيها مدرستنا على مستوى المحافظة أبطر أنت وايد نتغشين هند بس ولا كلمة وبعدين أظن أنا سألتك عن سبب المشكلة وأنتي ما عطيتيني أي إجابة واضحة أنا قلت لك أن هندت ما تحبني وتغرمني هذا الحجي ما يمشي معاي هند هند كلم شلي صار هذي حالتها من تخلط عندي القرفة ساكتها ومراضية تتكلم هند حبيبتي تكلمي دافي عند نفسك تقولي إيه ما عندها شي تقولي يبا إنها تدري أنها غلطانة تفضل سلام عليكم أنا مشغولة تعالي بعد شوي قبل أنا آيتك بخصوص موضوع هند وأنتي ش علاقتك بموضوعها أنا عرفت سبب المشكلة وقدرنا هند ما رح تكلم أنا أمسلني أنا عندي لسانة حجة لا تقولين عني شي ما رح أسكت خلصيني بتكلمين ولا أنا أقول يبا 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 سلمة قال أحجب لات المدرسة أن أنا لقيطة أنا صد لقيطة أحجب لات المدرسة أن أسكت سلمة ماذا هي كلام؟ أحد يبا أحجب لات نخذها الكلام؟ لبا أحجب شرف أمي حسبي الله ونعمل وكلي فيش يا سلمة مريب يخذي هند بره خليها تهدى شوي كومي هندو كومي حابي هذا كلام تقوله أخت عن أختها والله أنا ماني مصدقة لأسمعها هيا اللي ما تستحي المفروضة أدوك بالإعقالة اللي على راسج الدام همني علشان تتأدي بنا جليلة الأدم سلمة أنت قلت هالكلام أبا أنا ما ألفت الحتي العينة كلها تعرفها السالفة ما عاد الهند يعني أنت تعترفين أخي محمد الإجراء اللي راح تتبع داخل البيت لحل المشكلة هذا شي راجع لك لكن أنا مضطرة أن أفصل بنتك أسبوع عن المدرسة وهذا أقل العقاب تستحقن المفروض أستاذة تفصلينها كورس كامل لأن اللي سوته مو شوية هند كانت تدري اللي ردت البيت أبوها ما يقدر يمديده على سلمة ولا يقدر يحاسب فاطمة ويوقفها عند حدها اللي قالتها يعني حقها ضايع لأن ما لها ظهر هندو ماذا؟ لا أريها هندو قلت بس دابتين رح تتشكل حق أمتك ايش سال تشتكى حق أمتك اذا ما تشتكى حقي بلله ما تقولي تشتكى حق منه ما تقول لي بس هل عم أريها هذي؟ فاطمة فاطمة صبر فهم السالفة بالأول ايش سالفة تبعا ادمرت هل لا تمسكيدي فاهم؟ بين السالفة ايش كرة واضحة بعد اشتبي سئلي سلمو شقال لي عن أخته هند عيوني اسمها سلمة على اسم أمي الغال يا الله يرحمها اياني وياك مرة تنسوعة تقول سلمو رح وقل حق هذيك سندو مو وقتها الحاجي قولينا اش قلتي عن أختج عرفتها الحين بنتك شمسوية؟ تمشي وتقول هالخرابيط بين بلات المدرسة يمو والله ما قل شي بس حقل فيش سارونا انا شدراني شانوصل لحد شي حق هندوانا شدراني يعني؟ وش حقة تقولين هالكلام بناصر وهيش قائلة؟ ما قالت اللي الصج ولا احنا تشذابين يا فاطمة يا فاطمة حرام عليك انت تعرفين ان هالكلام مو صحيح عشتوا وهنك عائل هذا اللي يقولونا ويتحجون في شنو من عندنا يا يبينة؟ حاجي فاضي اتحداهم يكون عندهم دليل واحد والله انت اللي مخدي مو صاح يابت هالبنت وذبستك فيها وحطتها باسمك مالت حرام عليك يا فاطمة المرة ميتي اللي اطلع نين بشرفها سنتين على ذمتي ما اشفت منه شي مو زين عشتوا حبيبي هذا جدامك لكن يا غافلين لكم الله ويه يا هلا يا هلا ومرحبا ييت بنت سحر والجعين بعد تحضن عيني كم عيني؟ سحر توقفت لا تليبين سيرتها على لسانك ولا شنو؟ مطقيني؟ يتهدديني وفي بيتي بعد؟ البيت بيت ابوي عشتوا قديمة حبيبتي صنجوا يقولون يا غافلين لكم الله حبيبتي البيت هذا مسجل باسمي بأي لحظة اقول لكم كيش طلعوا بره انتوا اياه ولا ما تدرين؟ ما تحج اقول شي؟ حرام عليك يا فاطمة حرام عليك هذه زاي اكرمتك وسجلت البيت باسمك عشتوا قصر فرسان اللي مسجل باسمي كلها طابوكتين حبيبي فوق بعض ما ادري والله شرام عليك شرام علي سجل البيت باسمك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة